واجيت عشان اخرج بورق الصفقة اتخضت اول ما شفت عاصم داخل المكتب فجأة ريم معلش ممكن الورق اه اتفضل تفضل خدت منها الورق ومشيت وروحت عند رضا وخبطت على الباب ممكن ادخل ايوة تفضل انا جبت الورق بنفسي هو ببص عليها كمان علامات دي على وشها طيب اتفضل واسبهم ايه مالك مش فرحنة ليه اطلع برة دلوقتي عاصم لو سمحت بيت مستغرب جدا من رد فعلها طب هو فيه ايه لو فيه مشكلة ممكن تقولي لي ممكن اقدر اساعدك لو سمحت تفضل اتضيقتي جدا منها وخدت بعد ومشيت ومش عارف ايه سبب التغيير المفاجئ ده اللي حصل مع رضا ركبت العربية ووصلت للبيت يا اهلا يا اهلا بحبيب ماما عملالك الاكل باديا النهاردة رضا قالت لابوك ان انت بتشتغل وكمان بتشتغل حلوة اوي هو فيه ايه ها هو طليت دايما كده ليه بتعملوني على اساس ان انا طفل ومحتاج دادة ليه مش مستوعبيني ان انا اقدر اتصرف لوحدي ليه كده انا تعبت بقى قلت لها كده وطلعت وقلت وقفلت الباب هياريتني ما كنت تتكلمت وبعد ساعة كنت قاد على مكتبي في القوضة بتاعتي كنت بنجت شوية اعمال بسيطة وبعد كده الباب خبط ادخل لقيت الباب تفتح وماما دخل علي بصنية الاكل انا عارفة انك جعان لا مش جعان انا خالص واول ما قال لي كده روحت حطلت له الصينية طب وقتا ما تجوع بقى اهو الاكل قدامك اهو وخرجت برا الاوضة استنيت لحد ماما ما خرجت وطلعت اجرع الاكل وبيتعمل لكل بسرعة قوي ومرة واحدة الباب تفتح ولقت ماما دخل علي اجاب لك عصير بلعت الاكل بسرعة وقلت لها طيب تمام ولو عصير منجا بقى تبقي عمل سمعي الواجب على طول ومش هتأخر بيتقعد عملاتك على نفسي يا كسفتك يا عاصر وبعد شوية كانت ماما عملت للعصير ودخلت وقعدت جنبي اتفضل شكرا ماما انا اسف على ايه بس يا روح قلبي انا عارفة اني ساعة الشغل بيخلي الواحد مخنوق بابا كان دايما بيبقى كده لا بس انا زعقت وما صحش ابدا ان انا اعمل كده عادي غلطة مرة ومش هتتقرر تاني يلا بقى سيبك عشان تشوف شغلت وبعد كده بصت يد امي وقلت لها ربنا يديمك نعمة في حياتي يا ست الكل بقت فرحانة قوي من كل قلبي عشان اخيرا ايه بنتغير ربنا يحفظك يا ابني يا رب ويسر امورك كنت قاعدة انا وماما وريم على الصفرة وقاعدين بناكل احنا كلنا قل اقول ليه يا ريم كنت فين النهاردة اصلا انا كنت عايزاك وما لاتكيش ها انا انا كنت ايه اول مرة شوفك مترددة كده غريبة صح لا مش مترددة خالص على فكرة امه ليه بقى ما تجاوبي على سؤالي بسرعة اصلي روحت اتماشت شوية اصلي كنت زهانة قوي النهاردة بقى كده يا ريم تقلي اختك عليكي انا زعلانة منك يا سلام وفيها ايه يعني لما اخرج براحتي ايش معنى لما ردها بتخرج مش بتحاس بيها علشان هي عارفة هي بتعمل ايه كويس مش بتتصار مح تمام يا ماما هي بقى بلا الشغل خالص اوف عدك هنا واحنا بنكلمك ورد علي كنت فين ما انا قلتلك لا ده انا لما بقى عبيتها ومخطومة على افاية ايه بتحكي عليها بالكلمتين دول كنت فين يا ريم كنت مكان ما كنت انا حرة بقى قمت وقفت وقربت من ريم وقلت لها انا اخر مرة اسألك كنت فين يا ريم هو انا اخر مرة هقولك انا حرة بكل هدوء ستاة وطلعت على القضة بتاعتي مش عارفة ليه حسيت ان الرضا مخبية عني حاجة والموضوع ده قلقني قوي يا بنتي كنت فين قلقتيني ايه ده يا ماما هو انت بتخافي علي الله مش بنتي ولازم اخاف عليك لا اتطمني ما فيش حاجة انا كويسة قوي كمان رجعت البيت وكنت تعبان قوي بس اتصدمت لما شفت ورد وشموع وجو خيالي ايه ده هو انا دخلت شقة غلط ولا يا جدعان لا بس الباب فتح غريبة ده ومرة واحدة لأترام خرج عليها بلبس البيت الجميل بتاعها وبتقول لي اهلا يا حموزي نورت البيت بيت واقفه مخدود من التغيير المفاجئ ده ايه ده انت مين يا ولية ايه ده ايه الرد ده لانت فاصيل فين رهام مراطي الجرعي يا راجل انا مراطك يا حول الله يا رب استحالة استحالة كل مراطي لا فين العباية لكلها زيت وبصل والشعر اللي شوية وهيلمس السقف فين ده كله استغفر الله العظيم يا رب يعني هو لا كده عاجب ولا كده عاجب ما تحدد يا عم انت انت عايز ايه بالزبط طيب اديني اشارة واحدة ان انت مراطي الله حمزة ايه تعيد اللي حمزة لمشو اساب لك البيت ايوا هي ده مراطي الله صحيح ايه الحلوة دي كلها اتكسبت جدا وقلت له شكرا انا اقصد الشامع هو انت مكسوفة ليه كده يا حول الله يا رب هو احنا لسه بنتعرف تتصدق بالله ان انت خسارة فيك اللي بتسامع حتى بس يعني مش كان تمن الكلام ده كله بالورد كنت جبت لنا فرخايا كده حلوة ملزلزة نمزمس فيها اه صحي معك حق قلت له كده كنت لسه هروح وهطف الشامع رح حمزة وقفني طب والله العظيم بهزر بلاش هزر يعني في الجو الشعيري ده يا حبيبي يا حبيبي دهزر يا جلت تسلم ايدك والله عاملة شغلة عالي بجد يعني عجبك اه والله عجبني جدا اده انا مش مصدق اصلا ان انت اللي عاملة كل ده يا رب تتغير بقى يا حمزة عيب عليك لازم اتغير طبعا بعد الشمعتين دول اه 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 اتاريا لا والله هب اتكلم جد لازم اتلم بقى وكفايا مرقعة لحد كده بجد يا حمزة يعني مش هتعرف بنات علي تاني خالص ده انت ست البنات قلت هالي كتير وبعدها بلاي عشرة دخلوا حياتك لا خلاص والله ما سحتهم كلهم باستيكا لان هم مقلم رصاص اما انت بقى حبر من اللي بيضع في قلبي كده هو كل بعقلي حلاوة كل يلا اه مش قدامي اي حل غير ان انا اصدقك اندخل اغرف الاكل ريهم قالتلي كده وصابتني ومشت وانا كنت حاسس بتقنيب الضمير ياه بقى للدرجة دي فقدت فيا الامل روحت انا وماما وشاهدة عند بيت عمي عشان تقدم ليش هيناز منورين البيت والله بنورك يا حاج وبعد كده لاتمام تغمزني وبتقول لي ما تتكلم يا واد الله ما تتكلم انت هو مش انت اللي مدبسني ماشي ماشي يا جزمة الجزم ازايك يا امو العروسة الله يسألمك يا حبابتي طبعا عدنان يا عمي غني عن التعريف وجاي في الخير اتفضلي عدنان اه يا بنت طب والله لما نروح يا شمس اما خليتك تغيبي ما بقاش انا عدنان اه انا شرفني يا عمي ان انا اطلب ايه بنت حضرتك شاهناز على صنة الله ورسوله واول ما قلت كده لقيت ماما وشاهناز وشمس زغراته بس دي مش زغروته دي سهريني تسعاف زغراتي زغراتي على الحزن ابنك يا امو يا حبيبي ده انت ابني وديك شاهناز وانا بتطمن الله مش لما وفق الاول يا بابا الله ينور عليك شوف يا عمي بنتك دي بتفهم طب وانت ايه رأيك يا شاهناز اللي انت تشوفه يا بابا خلاص بقى مش تكسافني لا حول اللقات الا بالله ما كانش يومك يا عدنان ده ايه العيلة العبيطة اللي انا وقعت فيها دي يا ربي اما بقى في كافيه فكانت قعدة خطيبة عدنان القديمة مع عاربها الغني قال اقول لي يا هادي هو انت بقى مش نوع تتجوز يا هادي اكيد طبعا طبعا بس مستنى الامر يوافق ايوة بقى يا بنت يا مرام شكلها هتلعب وهي مين بقى الامر دي اول مرة عرف ان الامر ما يعرفش نفسه ايه ده يا هادي انت فاجئتين الصراحة انا مقصدش ابدا لا سمح الله بخروجاتنا دي ان انا علاقك بيه لا ما هو انا عارف بس انا كنت معجب بيك من قبل مسافر كمان من زمان قوي ما تكسفينيش بقى يا هادي بص يا مرام انت لو وفاتي انا ممكن اكلم الولد على طول ونكتب الكتاب يوه بالسرعة دي يعني مش نعمل خطوبة الاول لا طبعا انا لازم عدل بينك وبين ام احمد ام احمد ايوة كانت معرضة زي كده بس الكلام ده في الاول وبعد كده تجوزنا على طول هي وامو زياد احي امو زياد اه والمخليلي اللي جاي في السكة ان شاء الله وفي اللحظة دي كنت حاسة ان انا خلصها تشل ها الله ينتعب السلامة يا اخويا ها هنكتب على طول واللي ايه رأيك قمت وقفت وقلت له والله انا من رأيي تروح تقعد جنب المخليلي علشان تعبانا ويا ريت بقى ما تجيش عندنا تاني عشان فيه شغل كتير عن اذنك قلتلي كده وصابتني ومشت ايه ده هي رفضت ليه غريبة لاتكون مجنونة مثلا الحمد لله ان الموضوع ما تمش من الاول روحت البيت ودخلت من الباب وانعمل اتكلم في نفسي هوا في ايه يا مرام انا ايه اللي وقعني في مسلسل الزوجة الرابعة ده انا اللي استقاهل انا اللي اتبطرت على النعمة اللي كانت في ايدي ما كان كويس ليه كده اللي انا عملته ده يا بيت ما ترد علي يا بيت في ايه ما عرفتش تخنعيه لا طبعا وكان جاي يكتب الكتاب على طول كان ليه هوا حصل يا بيت ما انا اللي رفضت على طول برضو ليه موقوسة كده ما هو اصل هو مش فاضل غلبان وراهم احمد وامو الزياد وامو خليل وابنها التاني اللي جاي في الستة يونها ربيض طلع متجوز اه وكنت اكون حسن الختام ما هو الرابعة تابتة ولا ايه يا ماما ياللي قلت لها ينغنغك مش قبل ما تفكر في النغنغة مش تشوفي احواله اللي اتماعية الاول اهو طفشت الواد ويرنته كلمتين زي السم ومستحيل ابدا والله يا بنت ما كنت عرف ان هو متجوز انا اللي وقعت يا ماما واقع صدى ملهاش حل ومش عارفة ايه العمل دلوقتي انا اللي ضعت ياريتني ما بعت وهو كان شاريني ادي اخرة الطمع صحيح الطمع قال لي ما جمع وتاني يوم الصبح ماما كايبت صحيني حبيب ماما قوم يلا تتأخر على الشغل قمت من النوم بزهق وافتكرت اللي حصل مبارح مش رايح الشغل ماليش نفس ولو رحت النهاردة عق الدنيا فممكن تسيبيني لو سمحت خلاص يا حبيبي اللي رياحك انا هنزل اجاب لك الفطار هلق يا ماما ماليش نفس افتر لو سمحت ممكن ما تضغطيش عليا ممكن خلاص يا حبيبي اللي رياح والماما خرجت من هنا وانا شدت الغط علي كويس وكنت هنام بس الموبايل بتاعي فدل يرين قمت عشان اقفله بس لقيت ردة هي اللي بتتصل ردت وانعمل نفس نايم صباح الخير انا عارفة انك زعلان من رد مبارح انا اسف واقول ماليت كده وقمت بسرعة من على السرير ايه ده هو انت بتعتذري زي الناس كده عادي علشان ما كانش ينفع اتصرف معك كده مبارح بس والله كان غصبا عني لا على فكرة مش زعلان خالص انا الموضوع اساسا مش فارق معايا برحتك بجد طيب هو الصراحة كان فارق شوية يعني شوية صغيرين وده للامانة صغيرين بس طب هتقوليلي بقى هو كان ملك الردة مبارح لما سيج هتعرف كل حاجة ولا انت باين عليك لسه نايم ومش غاية النهاردة ايه ده مين اللي قال كده ايه ده نابل بيس اصلا سلام بقى عشان ما تعطلنيش سلام قفلت معاه بسرعة والبست هدومي وانزلت جاري على المطبخ ماما يا ماما انا جعان في سندوتشات عشان مستعجل بسم الله الرحمن الرحيم يا حفيز هو انت اطعتها لما شفت سندوتش واخدته ما فيش وقت للنقاش ضقت ساعة العمل وبعد كده خرجت وركبت العربية وانا باكن للسندوتش وكنت رايحة للشركة بس جات لمكالمة وغيرت كل حاجة والحد هنا بتكون خالصت حلقتنا استنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل قصة جديدة اشتركوا في القناة